تجي في الجلسة تلاقي معظم القضايا ألقى مخدرات أو المشافة ألقى إلى مثل هذه القضايا وتلاقي رئيس المحكمة سعاد من الأمر واضح يقول يكتفي بمرافعة قصيرة من المحامل لأن الأمر واضح أتوقف على الاستقاف هو ليس قبضا وبالتالي إذا مهارت المحامل أن يثبت للمحكمة أنه قبض وأنه ليس مجرد استقافا ليس مجرد استقاف وأنه كان قبضا باطلا وبالتالي ما تم من إلقاء كان ثمرة قبض باطل أو أنه كان أمرا مستنعا فهو لم يضقي ولا أي شيء وأذكر أن محاميا محامي شاطر كان عنده عدة قضايا استقاف بوقت الضابط معين فاستطاع يدبع عدد قضايا ودخلهم في جلسة واحدة نفس أسلوب الضابط في تصوير قضايا الاستقاف واحد ما أن شاهدنا حتى ألقى بلفافة على بعد كذا متر فتتبعناها بنظرنا وجدناها فتحناها وجدنا فيها حجيش العبارات واحدة وأنا استمعت إلى المحامي الجدع ده وهو يقول العبارات واحدة وكلها براء لأنه استطاع أن يثبت أنها عبارات مصطنعة إلى غير جال طيب فيه مرة جالنا قضية واحد الضابط جاله إخبارية إن العربية الفلانية دي جاية مع مخدرات ما جابت إذن نيابة أنا جابت إذن نيابة خلاصنا وإنما قال إن إحنا استوقفناها وفتشناها فقبل ما يقولت فتشناها فتشنا العربية قال رمى حاجة عشان يخلي التفتيش صحيح ففتشناها قضية أخذ البراءة لأنه انتطاع الدفاع أن يثبت أن هذا إلقاء كان كاذبا مصطنعا وأن ما تم بعد ذلك هذا الاستقاف والإلقاء من تفتيش السيارة كان أثر حالة تلبس مصطنعة وبالتالي يكون مصطنعا ومهارة المحامي في قضاء الاستقاف هي أن يثبت أنه قبض أو أنه لم يحدث حالة الاستقاف وإنما استنعه لكي يقفي عملية التفتيش الباطل أو القبض الباطل ودي متوقفة على مهارة المحامي وهنا فاتني ولا عيب أن أقول فاتني وأنا بتكلم على واجبات المحامي اللغة العربية وحز التعبير وقوة التعبير ومنطق المحامي له داخل كبير جدا في إقناع المحكمة هنا في هذه القضايا أنا عاوز حجة المحامي ومنطقه ومعرفته بعبارات محكمة النقل وعبارات مضيئة وقوية جدا في مثل هذه القضايا مثل خير العدالة أن يفت مجرمه من العقاب من أن تنتهك حريات الناس أو يقبض عليهم بدون واجه حق إلى غير ذلك من عبارات فيها إجلال الحرية الشخصية وكلما استطعت أن تكسب المحكمة وأن تكون المحكمة حارثا للحريات كلما استطعت أن تقنع ليست مهارة المحامي في أن تتشابر مع المحكمة بالعكس لو حسيت المحكمة وليست معك اكسبها بزوءك وبعباراتك وأنك أنت متجه إلى أنك أنت عارف أن المحكمة هي خير مدافعة المتهمة وخليها معاك فدي متوقفة على مهارة منك أنت لا تتعاديش حد اكسب الناس اكسب الناس وخليه ثقة مثل الذي أبداه ثقت في الامتحان ويضربه ألمين لا لا قلت عشان ابنك سقت في الامتحان تقول له يا ابني أنا عارف أنك ذكرت وتذاكر كويس وتشجعه وهم ما صححوش كويس وتديره ثقة بنفسه إنما تكسر ثقته بنفسه وتضربه ألمين والولد حيخيب أكتر فيجب تبقى حذر تجمع بين الاثنين إذاي إنما ملء الإنسان بالثقة بنفسه يشجعه على أن يصل إلى الغاية التي تريدها لها مش إنك تتكسر في مهديفه فترة التأنيب تبقى بسيطة بعد كده تجيب له أعذار حتى مش مضبوطة عشان يثق في نفسه أكتر لأن عنصر الثقة في من تريد منه قرارا أو تريد منه نتيجة عنصر هام للغاية